المشاركة للفريق الوطني في أي تدهورة عالمية فيها بطبيعة الحال الأمور الرياضية ولكن فيها الأمور المرتبطة بالمغرب والمملكة المغربية لأن الفريق الوطني تيمثل المبنى في كل المحافل الأمر الذي يكون في المشاركة في الدورة المقبلة لأن الفريق الوطني تأهل هذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات التي كانت تلعبت وفي دفتر تحملات تنظيم التدهورات القرية والدولية البلد المنظم في هذه الحالة هو الجزائر تقدم كل تسهيلات للبلدان المشاركة لأنها توصل البلد لتشارك في التدهورة نحن اللي طلبناها على أكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم عشرين نير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطارق سنتينة وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني وبطبيعة الحال ناقل الرسمي لمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطار وكيف كان في باقي الدول وهي الخطوط الملكية المغربية بالتالي اليوم ننتظر ردنا رسميا من الكاف من الكونفيدرالي الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص لكي يوصل للقسنتينة نحن لم نطلب من البلد المنظم لكي يوفر لنريحة خاصة أو لشيء من هذا القبيل نطلبه ترخيصاً لنزول الطائرة على خطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم عشرين نير حوالي ساعة 2.45 دقيقة في مطار قسنتينة وننتظر ردنا لنتخذ القرار على مطار هذا الرقم ترجمة نانسي قنقر